على جروحي وجمار غافي ونهب روحي نجم طافي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولا يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولا يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلا ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمين من لجأ إلى حصنكم طبتم وطابت الأرض التي فيها يا دفنتم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم فواله فاه للسجاة يا دمضى فواله فاه للسجاة يا دمضى برته سمومه بريال قداحي ويذكر إذ تجرعه سموم أباه حين أثخن بالجراحي قضى السجاد مظلوم أوه من بسم وأولى عليك يا ابن الزهراء فما يطيب الكراء سليم مباحي قضى السجاد فالصدقات سرًا تقيم تقيم عليه مأدبة النياح أولي 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 على العليل لمات بالسام يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء هالليلة ليلة المصاب للزهراء أولي 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 على العليل لمات بالسام عقب ذاك اليسير والهضم والهيام يا ابن عبد الله عقب ذيك الهضيم أو محنة الطايف أسمع أسمع الأيام مصيبة الإمام السجاد قاعد يقصها الإمامها عقب ذيك الهضيمة أو محنة الطايف وإنما بطل ساعة ولا خياف قاعد يام قاعد يام وغسل الباقر بإيده أولي عليك أولي عليك سيدي قاعد يام وغسل الباقر بإيده شاف الإمام الباقر أو شاف الجامعة مأثر بجيده أي جامعة جامعة أثر كربلاء أو شاف الجامعة مأثر بجيده قاعد يبتشو على حيا ليتهضم لكن من هو الغريب سيدي ليس الغريب ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب الغسل والخوي من عادة الميت يحضرون أهل وعلى رد الصوت كلها مهرولة هذا جايب ماء ذاك يغسل هذا جايب تشفان ذاك يتشفن هذا يحفر قبر ذاك ينزل خويا هاها هاها عادة لما أجرها بكربل ظل ثلثة أيام بالخير الملك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل المصاب العظيم شهادة مولانا وسيدنا ومقتدانا الإمام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه الإمام السجاد كما هو المعروف أعزتي إخوتي الكرام وهو سمي علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهذا الاسم من أحب الأسماء عند الإمام الحسين عليه السلام اللي الآن لما ترجع شوف أولاد الإمام الحسين مو واحد اسم علي ولا اثنين اسم علي إنما ثلاث فصاعدا ولشدة حبهم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لما دخله الإمام السجاد على عبيد الله بن زياد قال لأنت علي بن الحسين قال بلى قال للحسين ولد قد قتله الله في كربلا الله قتله في كربلا قال لا إنه كان لي أخ قتله الناس يعني أنتم قترتوه قتله الناس اسمه علي قال لزين مو بس أبوك علي وعلي وعلي قال لو كان لأبي الحسين ألف ولد لأسماهم بأجمعهم بعلي حبا وإجلالا لجد علي بن أبي طالب وتعدى الحد أكثر من ذلك مو بس أهل البيت يسمون أولادهم علي حتى بناتهم على اسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولهذا الإمام الهادي عليه السلام عنده أربع أولاد الإمام الهادي عنده أربع أولاد وعنده ابني وحده شن بنته شن اسمهم ولا أنا اسم بنته علية اسم بنته علية على اسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه طبعا علي السجاد عليه السلام كما ذكرنا يمكن به المجلس أو غير المجلس ما أدري والله الإمام السجاد على أصح الآرى مو تاخذها يقين مني لا على أصح الآرى أكو رأي ينهي بس على أصح الآرى أنه أصغر من سيدنا ومولانا علي الأكبر علي بن الحسين الأكبر ولهذا يقال له علي الأكبر الإمام السجاد أصغر من علي الأكبر علي الأكبر عمره كان في كربلاء 27 سنة والإمام السجاد عليه السلام على أصح الآرى 23 وعلى رواية 22 على كل الروايتين مولانا كان أصغر من علي الأكبر وكانه متزوج سنذكر إحنا زوجات الإمام أولاد الإمام حياة الإمام ألقاب الإمام كونة الإمام هذه راح نفصلها إن شاء الله أم الإمام سلام الله عليه عليه الشاغد مولانا أنه أصغر من علي الأكبر وكان متزوج عنده أولاد في كربلاء اللي كان الإمام الباقر عليه السلام من جملة أولاده كم سنة عمره كان في كربلاء؟ أربع سنوات كان عمره على الأصح زين الشاغد أن الإمام السجاد عليه السلام هو سميه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه اسمه علي أبوه معروف الإمام الحسين عليه السلام أم ياهي أم لها قصة جدا جميلة هل قبل الفترة هذه ظلوا شوي الشك يكون في بعض الموارد بس إحنا نأخذ على المشهور والمشهور أنه لما صار الغزو إلى بلاد فارس مولانا من المسلمين إلى بلاد فارس أسروا ثلاث بنات ليزدجرد الثالث يزدجرد الثالث من ملوك إيران يزدجرد الثالث ابن شهريار ابن كسرة كسرة معروف بعد هذا كسرة ملك إيران المعروف زين هذا يزدجرد يصير حفيد كسرة اللي يصير ابن شهريار وكل ملوك طبعا هذا يزدجرد عنده بنات ثلاث أثلاثتهم أسروهن أو جابوهن إلى بلاد المسلمين فقيدوهن مقيدات وخلوهن في مكان زين والناس تتفرج على كل السبايا وإنهم منهم فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دخل شافين قاعدات قالوا له له سيدي هذني بنات الملك هذي وهذي وهذي وذكرني سبايا هذن بنات الملك يقول تألم الإمام سلام الله عليه الإمام يعرف الآدام قالهم شلوهن هذني ها كترون على كتر افتحوا القيودة عنهم ولبسوهن الملابس هذني فخر وشرف قال ليه سيدي قال ليه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اكرموا عزيزة قوم ذل هاي عزيزة عدبوها هاي بتملك هاي بتملك هاي رابية بعزة وكرامة ها استسارة أسيرة عندك يعني ذلها أنت لا مثل ما كانت كريمة أنت هم شنو همكرمها هذا شو في الإسلام مش قد نظيف في الإسلام أخواني الإسلام مش قد عظيم يجون مجموعة شوهون سمعة الإسلام وصورة الإسلام عند النصارى وعند اليهود وعند الغرب مولانا مجموعة من الجهلة مجموعة من الذين بعيدين عن الفكر الأصير الإسلامي هذا الإسلام الإسلام يقول لك حتى الأسيرة هم إلى آداب وإلى حقوق حتى السبية لها آداب وإلى هجنو مولانا حقوق قال ليك ريموا عزيزة قوم من ذل اشتري واحدة الإمام علي اشترى وحده واثنيين البقية اشتروهن معروفين اللي اشتراها الإمام سلام الله عليه اشترى امرأة اسمها شاه يعني ملكة زنان النساء اسمها شاه زنان أو شاه بانو شاه مخفف الشاه شاه يعني أيضا ملكة النساء بانوهم زنان هي نفس الشيء زين؟ الفار عديدة في الفارسي الإخوان اللي يعرفون اللغة الفارسية يعرفون شيء فهي شاه زنان ملكة النساء لما سألها علي عن اسمها وهو عالم بذلك شنو اسمها قلت لها أنا شاه زنان قلها إنما اسمك على روايتين رواية اسمها فاطمة ورواية اسمها مريم سمها مريم أو سمها فاطمة هذه أم الإمام السجاد عليه السلام أم الإمام السجاد اللي بعدين مولانا عبد الله بن عمر تزوج بواحدة بأختها زين؟ وكذلك عبد الرحمن تزوج بواحدة أنجب منها القاسم واضح مولانا؟ فالقاسم والإمام السجاد أولا شنو مولانا أولاد؟ خالة واضح مولاي؟ الشاغت أنه أنجبت الإمام السجاد عليه السلام طبعا هذه المرأوين تاريخه هذه المرأة ماتت عند المخاض عند الطلق جابت الإمام سلام الله عليه وما دامت ماتت هل سوين متفونة؟ في إيران إلها قبر في إيران إلها قبر بس أنا شوية ما يتعلم وياي أنه شلون قبر هناك يعني ما أعدري هي أولادة الإمام وين؟ الإمام السجاد؟ بالمدينة زيني شو ودها؟ وماكو طيارة كردوهم مولانا ودوها هناك هناك على ناقة على كذا أي شيء فمتفونة في منطقة جبلية في شمال مولانا ما على ممانطية شمال طهران تقريبا زيني أنا شخصا رحت له زيني لكن أصح الآراء على أنه وين متفونة مولانا؟ متفونة بالمدينة متفونة عند الإمام سلام الله علينا هي توفيت بعد الطلق والولادة زيني اش لحقها؟ وين ودوها؟ شو ودوها؟ مولانا؟ لا تقول أكو طيارة لا يوجد ثلاجة ولا يخل وين ودونا هناك؟ ما يسمى? على العموم أحن نحترم الرأيين هذا الرأي وهذا الرأي الفنين محترمات يمكن أنا على خطأ أنت على خطأ على عموم الرأيين محترمات الشاكد مولانا العزيز هذه أم الإمام السجاد عليه السلام نجي إلى ولادة الإمام خوفي يوم ولادة الإمام خفصة مولانا أخوفي نجرب صبح في أي يوم ولد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بس نحن نأخذ أصح الأصح شنو مولانا فيه شعري شعبان أي يوم يوم الخامس من شعري شعبان ولد الإمام السجاد عليه السلام سنة 38 من الهجرة 38 الإمام علي يا سنة من قتل سلام الله عليه السلام 40 يعني عنده شهادة الإمام علي كم سنة عمره كان سنتين أنا قاعد أطيق مقارنة 48 بس أريدك تحفظ ولا تضيع زين حبيبي فالإمام علي ان قتل سنة سنة 40 الإمام الحسن سنة 50 الإمام الحسين أواخر 60 أول 61 واضح شنو صار مورانا يعني بين الإمام علي والحسن 10 سنوات الإمام الحسن والإمام الحسن عشر سنوات واضح حبيبي شنو صار فالإمام السجاد ولد قبل شهادة الإمام علي بسنتين 38 من الهجرة وعاش مع عمه الإمام الحسن بعد جده الإمام علي عشر سنين وعاش مع أبيه الإمام الحسن بعد عمه الإمام الحسن عشر سنين صار عمره هنا 22 سنة 61 هو واحد وستين قتل الحسين صار جده ثلاثة أو عشرين عاش من بعد أبيه الإمام الحسن الإمام الحسن عليه السلام سنة هو خمسة وتسعين قتل الإمام الإمام السجاد عليه السلام يشير مجموع عمره هو عمر الإمام الحسين عمر الإمام الحسين عنده شهادة جده سبعة وخمسين الإمام السجادهم سبعة وخمسين سنة واضح حبيبي زيد هذه بالمدينة المنورة هذه بالنسبة إلى ولادة الإمام السجاد عليه السلام نجي إلى شهادة الإمام شهادة الإمام ما بي اختلاف ماكو أي خلاف شهادة الإمام صارت يوم خمسة وعشرين شهر محرم مثل باشر خمسة وعشرين شهر محرم الحرام سنة خمسة وتسعين خمسة وتسعين للهجرة النبوية هذه شهادة الإمام نجي إلى ألقاب الإمام ألقاب الإمام مهمة مولانا أطيك أشهر ألقاب الإمام سلام الله عليك قاعد أجيب لك هذا بالتسلسل كلمة 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 خاطر قيد قيد ألقاب الإمام يقال له صابر الكافل لأنه تكفل بالسبايا وأهل البيت من بعد أبيه الإمام الحسين عليه السلام الصابر الكافل الزكي التقي النقي هذه كلها من جملة أشهر ألقاب الإمام من جملتها السجاد كان كثير السجود بحيث يقول الإمام الباقر عليه السلام إذا أبي الإمام علي بن الحسين إذا سمع آية من القرآن سجد إذا رأى آية لله سجد إذا رأى حالة كونية سجد في كل الأحوال كان الإمام في كل الأحوال يسجد ولكثرة سجوده إشقد ما عنده سجود أنفه انخرم يعني ظل يصب دم من كثرة السجود للإمام سلام الله عليه حتى أنه فاطمة فاطمة بنت الإمام علي علي السلام فاطمة بنت الإمام علي علي السلام السير عمّة الإمام الحسين عليه السلام عمّة الإمام الحسين شي تقول أجت إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قلت له يا جابر إن لنا عليكم حق إن حق في أعناقكم قالها بلى سيدتي صحيح قالت له وهذا علي بن الحسين قد بادت رجلاه وانخرم أنفه من كثرة السجود والعبادة روح شوي أردعه عن كثرة العبادة خل يرفع بنفسه قليلا راح جابر ابن عبد الله الأنصاري رجل كبير الإمام السجاد كان يقول عمّة يا جابر زين أجأ إلى الإمام سلام الله عليه رآه ساجد وقد نحف وضعف جسده زين وقد انخرم أنفه وبانت الثفنات في جبينه وركبته هسأ قل لك الثفنات شنه أجأ الإمام سلام الله عليه عند جابر التفت إلى جابر قل سيدي ابن رسول الله إن الله قد خلق الجنة إليكم لكم وخلق النار لأعدائكم فأنتم خلص أنتم ليش هذه العبادة الكثيرة اللي قاعد تكثف بيها التفت إليه شوف الجواب قال لي يا جابر من أكثر الناس عبادة هو جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أحدهم إلى رسول الله وكان رسول الله يعبد قال لي يا رسول الله كفاك عبادة هون عليك شوية عليك يا فك من العبادة الجنة لكم والنار لأعدائكم فقد خلق الله الكون لكم فالتفت رسول الله إليه قال لي أولم أكن عبدا شكورا الله نطاني هاي الأمور كلها ما أعبد لو أشكر قال لي لا أشكر قال له هذا شكري لله تعالى فالتفت الإمام السجاد إلى جابر قال لي يا جابر أولم أكن عبدا شكورا أعاد نفس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقال له السجاد لكثرة لكثرة السجود نجي إلى اللقب الثاني المعروف يقال له ذو الثفنات ذو يعني صاحب الثفنة شنو مولانا الثفنة هو اللحم الميت اللي يسير بالجسد الآن يمكن الشباب ما عدهم بس الشياب بعض الشياب 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 عن ضيم زين أشوف الكعب ماله أكو كعب رجلة هذا ها هذا الكعب ماله يصير أبيض عليه لحم شنو أبيض ها هذا اللحم الأبيض لحم ميت هذا شي سمونا ثفنة الناقة إذا جلست إذا نوخت تقعد أعضاء شنو الأعضاء اللي تضرب على الأرض هذه الأعضاء مثل الركبة مثلا اللي تضرب على الأرض شنو مولانا لحم ميت بي يسمونه ثفنة هذا شي سمونا ثفنة يعني حتى لو الضربة أو قصة مثلا قطعة الإنسان ما يحس بالألم لأن ميت هذا اللحم الإمام السجاد عليه السلام لكثرة عبادته ولهذا ما يقول له ليش عبط ولا عبط زين العابدين أو سيد الساجدين ما يقول له ليش مولانا يقولون لكثرة عبادته بالسنة كان يقطع الثفنات من ركبتيه ومن جبينه يقطحن الإمام سلام الله عليه ويجعلها معه إلى أن لما استشد الإمام دفنت معه في قبره هذه الثفنات أركب أركب لحمن يموت من كثرة العبادة والسجود الجميل هنا أن الإمام الباقر عليه السلام يقول دخلت على أبي دخلت على أبي ورأيته في شدة العبادة في شدة العبادة يعبد ويرتجف يقول بينما أنا أنظر إلى أبي وهو في حال العبادة وإذ قال له مولا له مولا يعني عبد للإمام السجاد قل له يا ابن رسول الله أما كفاك عبادة بسك من العبادة يا ابن رسول الله التفت الإمام إليه قل له يا هذا إن رسول الله عبد الله عبادة حتى انتفخ ساقه ساق النبي انتفخ وورمت قدماه زين وأكمل عبادته حتى لقي حتفه خلص لحد آخر أوليس أنا عندي تأسي بجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه العبادة اللي كانت عدما عند الإمام السجاد صلى الله عليه وسلامه عليه حج إلى بيت الله الحرام أكثر من عشرين حجة زين هذه راكبا غير الماشي راكبا حج على ناقة عشرين مرة راح على هذه الناقة إلى الحج ما ضربها بالشوت ولا مرة ولا مرة ضربها وينقل الجميل هنا أن الإمام السجاد أوصى بهذه الناقة وصى عليها قالهم إذا ماتت الناقة فاتفنوها لا تأكلها السبا هاي دفنوها الإمام السجاد في الوصية وصيته إلى الإمام في وصيته إلى الإمام الباقر قالها هاي الناقة شنو اتفنوها هاي كجواد الإمام الحسين عليه السلام هذا يعرف قاعد يخدم من والعجيب هنا مولانا شايفين جواد الإمام الحسين يسوه في كربلة بالمقتل صنع ما صنع ضرب برجله لطخ الناس بدماء الحسين ناقت الإمام السجاد نفس الحالة لما دفن الإمام السجاد طلعت الناقل اندفن الإمام بالليل هاجت وطلعت عدها رغاء صار رغوة رغاء يعني صايح صوت الناقسة من الرغاء أو طلعت طلعت مولاي ضربت رأسها على القبر مرة مرتين وقعدت قعدت كل ما جروها رادوا يرجعونها لم ترجع ما رجعت قعدت نوخت عند قبر الإمام السجاد عليه السلام وصل الخبر إلى الإمام الباقر قالوا لي يا ابن رسول الله هذه ناقة أبيك لا تحرك ساكنا وما تتحرك حاولنا أن نرجعها فلم نستطع يقول اجي الإمام الباقر عليه السلام فأمرها بالرجوع بس قالها ارجعي ورجعت قامت أو رجعت رجعت بعد لحظات طلعت طلعت بعد مرة ثم ضربت رأسها مرة مرتين ثلاث على القبر وعلى الأرض قلوا لي يا ابن رسول الله هذه ناقة أبيك قلوا ما تركوها فإنها مودعة خلص خلص هذه راح تروح بعدها اشتاقت إلى الإمام فضربت رأسه حيوان حيوان ما عنده عقل بس شون الإكرام اللي الإمام كان يكرم هذا الحيوان شون مؤثر على قلب الحيوان عجيب كرمهم مو بس للبشر تعدى حتى المن؟ حتى للحيوان حتى الحيوانات مرنمات فارقهم فيقول ضربت رأسها ضربت 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 إلى أن ماتت ماتت فحملها الإمام الباقر عليه السلام ودفنها في مكان ما حسب ما أوصاه أبوه الإمام السجاد عليه السلام هذه عبادة الإمام سلام الله نجي إلى كون الإمام الإمام يقول له أبو منه؟ عنده كم كونية؟ كم كونية للإمام؟ يقال له أبو الحسن هذه الكنية الغير معروفة بس الكنية الروائية المعروفة جدا هو أبو الإمام محمد الباقر عليه السلام إذن شو يقول له أبو محمد اللي هو الإمام الباقر عليه السلام؟ هذه أشهر كونية للإمام السجاد عليه السلام نجي إلى زوجات الإمام السجاد عليه السلام نحن نكتر كل زوجات جوار الإمام نأخذ تاريخ وحدة بس هذه المرأة أشبه امرأة بفاطمة الزهراء سلام الله عليها خلقا وخلقا بحيث أنه الإمام الحسن إذا اشتاق لأمه الزهراء كان ينظر إلى هذه البنت هذه فاطمة التي أعطاها الله من المقام والمنزلة بحيث صار أبوها إمام وعمها إمام وجدها إمام وزوجها إمام وولدها إمام وحفيدها إمام كم إمام صاروا؟ خمسة أو ستة أبوها إمام وعمها إمام وجدها إمام وزوجها إمام وولدها إمام وحفيدها إمام من هذه فاطمة أبوها الإمام الحسن عمها الإمام الحسين جدها الإمام علي زوجها الإمام السجاد ابنها الإمام الباقر حفيدها الإمام الصادق عليه السلام عظيمة هذه فاطمة عظيمة أخواني أمرأة عظيمة ولها كرامتها واضح مولانا هذا شيء سير أخت السيدة شريفة ذكرنا الحج جزاها الله خير أخت السيدة شريفة وهي امرأة شريفة وصدرت احنا ما عدنا مولانا رواية عن مكارم ومناقب زوجة الإمام السجاد إلا منها شنو الكرامة اللي بيها مولانا الكرامة التي لها كانت تمر من حائط من جدار معروفة الرواية جدا مرت من تحت جدار فتصدعت جدار تصدع يعني تعبان ردي ينقض يطيح يقول الرواية عن الإمام الباقر قاعد ينقلها هذه يقول فوضعت يدها على الجدار أمي فاطمة وضعت يدها على الجدار قالت لا وحق جد المصطفى لا وحق جد المصطفى لم يجز الله لك أن تنقض حتى أجتاز منك يقول فبقى ما إلى لا إلى السماء ولا إلى الأرض حتى مرت فاطمة من تحته فانقض على الأرض هذه زوجة الإمام السجاد عليه السلام هذه بالنسبة إلى زوجات الإمام صلوات الله وسلامه عليه نجي مولانا إلى أولاد الإمام السجاد عليه السلام أولاد الإمام طبعا عنده مجموعة من الأولاد بس أشهر أولاد الإمام أنا أضرب لك مثالين المثال الأول المعروفين جدا اللي في الواجهة الأول هو الإمام محمد الباقر عليه السلام هذا إبن رسول الله كان في كربلاء له من العمر أربع سنوات الولد الثاني المعروف والمشهور عنده الإمام السجاد من هو المعروف؟ زيد عفيا هذا زيد الشهيد اللي قتله هشام ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم وخلوه بالكناسة مولاي وعلقوا جسده من بعد ما ندفن دفنوا أصحابه لكن طلعوا جماعة جنود طلعوا وعلقوه مولانا وبقى معلق إلى أربع سنوات حتى عشعشته الطيور في رأسه يعني سوتها الجمج وكلتها وقعدت هذه ابن الإمام السجاد عليه السلام المعروف بزيد الشهيد زيد نفس القضية هم صارت ويا ابنه يحيى ابن زيد الشهيد وين يحيى ابن زيد؟ يحيى وين مدفون؟ في إيران في منطقة يسموها جورجان إخواننا الإيرانيين يسمونها جورغان زين؟ هذه جورجان يحيى ابن الإمام يحيى ابن زيد ابن الإمام السجاد عليه السلام نفس الحالة هم قتله أو نفس الحالة هم علقوه بس علقوه ثلس سنوات أبو أربعة هو ثلس سنوات بعدين طلعوا غزوا جماعة غزوا المنطقة ونزلوا الجسد الشريف وما تبقى منه ودفن مولانا العزيز الشاهد هذه أولاد الإمام السجاد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه عاصر مجموعة من الخلفاء العباسيين الأمويين عفوا مجموعة من الخلفاء الأمويين آخر خليفة عاصره الإمام سلام الله عليه عاصر هشام ابن عبد الملك ابن مروان من الحكم والوليد ابن عبد الملك ابوهم عبد الملك ابن مروان ابوهم كتب للحجاج تعرفون اخوة الحجاج اي هذا الحجاج كان والي بالحجاز كان والي بالحجاز كتب الى عبد الملك ابن مروان ابو هذولي عبد الملك ابن مروان قال لان شئت ان يستقر حكمك فعليك بقتل علي بن الحسين السجاد قتله اذا تريد يستقر حكمك قتله ارد علي الملك عبد الملك بن مروان ارد علي الحجاج اللي هو الوالي قل له ويحك اما رأيت رأيت آل ابي سفيان ماذا صنع بهم لما اراقوا دماء ابني هاشم ماذا صنع بهم وماذا صنع الله بهم قتلوهم الشتت حكمهم صار لنا احنا الى بني مروان فكيف اقتل علي بن الحسين اذا قتلت الشتت حكمي انا ها يعني هذول اهل حوب اهل بركة ما نقدر نقتلهم فمد يده او جر يده عن قتل الامام السجاد الى انصار ابن الوليد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان ها دس السم الى اخي هشام ابن عبد الملك ان يقتل الامام سلام الله عليه وبالفعل دس السم الى الامام صلوات الله وسلامه عليه وقتل الامام السجاد الذي مر عليه من جملة ما جرى للإمام سلام الله عليه هذه مهمة لازم نذكرها من جملة ما جرى للإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام دخل مولانا الكريم الشجاع التي أبداها الإمام معه يزيد ابن معاوية هاي الأبياء جدا حزين أنا دائما أقراهن وأحبهن زين لما دخل على يزيد ابن معاوية مولانا ظل يلقي خطبه من بعد ما استأذن الإمام أن يأذن له أن يرقى هذه الأعوات ما سماها منبر سماها أعوات خشب زين مو بعضها صدق خشب مو منبر فأذن له أذن له يزيد فواحد قل له قل له أنت شون أذنت إلى علي بن الحسين ما يصير هذا راح يفضح كل المؤامرات زين بس هو كان ميدري صعد الإمام السجاد عليه السلام خطب خطبة جدا عظيمة جدا كبيرة هذه الخطبة يعني قال مثالب عرف عن نفسه ثم قال مثالبهم فقل للمؤذن أذن ما كان وقت الأذان أذن صاح المؤذن خاطر يقطع كلام الإمام صاح الله أكبر الله أكبر قال شهد بها لحمي الله أكبر كبرت كبيرا لا أكبر من الله شيئا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال شهد بها لحمي ودمي وعظمي ومخي ودماقي وكل شيء قال أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر قال يا يزيد أم محمد جدك أم جدي فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وافتريت وإن زعمت أنه جدي فلماذا قتلت عترته ليش قتلت عترت آل الرسول ظل يكمل الإمام الخطبة فاضل طفي للضوة ظل يكمل الإمام الخطبة صلوات الله وسلامه عليه ما دام ليلة شهادة خلنا أخذ راحتنا مولانا طف الضوة جزاكم الله خير الجزاها أشهد الإمام ظل يعرف عن نفسه شوفوا المعنى وشوفوا المغزى رجعنا إخواني ليلة دموع وليلة آه ومصيبة يعني فأريدك تتفاعل إن شاء الله مع المصيبة لما صعد المنبر قال أيها الناس الله 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 أيها الناس أنا بن مكة وميناء أنا بن زمزم والصفاء أنا بن من حمل الركن بأطراف الرداء أنا بن خير من اعتزره وارتداء أنا بن خير من طاف وسعى شوفوا المعنى شوفوا المعنى أنا خير من طاف وسعى أنا بن خير من حج ولبى أنا بن من حمل على البراقي في الهوى أنا بن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد العقصى أنا بن من بلغ به جبرايل إلى سدرة الممتها أنا بن من دنى فتدلى فكان قاب قوسيني أوعدنا أنا بن من صلى بملائكة السماء أنا بن من أوحى إليه الجليل ما أوحى أنا بن محمد المصطفى أنا بن الصلى بالأملاك مختار أنا بن الصلى بالأملاك مختار أنا بن الأوحى للباري الجبار أنا بن الجاهد المجهود الأشرار وبن صالح الناس لعدها إيمان أنا بن علي المرتضى أنا بن من ضرب خراطيم الخالق حتى قالوا لا إله إلا الله أنا بن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفان وطعنا برمحان وهاجر الهجرتين وبايع البيعتان وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرف تعاين أنا بن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسع بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين أنا بن المؤيد بجبرائيل المنصور بني كائين أنا بن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكفين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين ذاك ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني بدري أحدي شجري مهاجري من العربي سيدها ومن الوغا ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب أنا بن الماشرك بالله لمح عين أنا بن الماشرك بالله لمح عين أنا بن البطل يعسوب المسلمين أنا بن الوارث علوم النبيين وبين صالح الناس لعدها إيمان عظم الله لكم العجر ثم قال أنا بن نقيات القلوب يا زهراء أنا بن نقيات القلوب أنا بن طاهرات الجيوب أنا بن عديمات العيوب أنا بن فاطمة الزهراء أنا بن سيدة النساء أنا بن خديجة الكبرى أنا بن ناس بن فاطمة الزهراء أنا بن ناس بن فاطمة الزهراء أو خديجة أمي الحراء الكبرى أنا بن الظلرمية على الغبرى أنا بن الظلرمية على الغبرى متعفر بدم من ذبح عقشان أنا بن المقتول ظلماء أنا بن محزوز الرأس من القفى أنا بن العبشان حتى قضى أنا بن طريحي كربلا أنا بن مسلوب العمامة والردى أنا بن من بكت عليه ملائكة السماء أنا بن من رأسه على السنان يهدى أنا بن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى أنا بن اللي السهم صوى بفاده أنا بن اللي السهم صوى بفاده أنا بن الطاح والرأ من العساد أنا بن الردل المخيم جواده وغدى ينادي الظليم أمعال سفيان بعد بعد يا ابن الزعرى أنا بن الوقفة تختت صيح على التل الله يا زينب يا زينب وقفت على التلها أنا بن الوقفة تختت صيح على التل عدل لو مات يا ابن النبي المرسل يا اخو يا عسيان وإلى عسكر تعزل يا اخو يا عسيان وإلى عسكر تعزل يا اخو يا احنا حرم من غير وليان فلما سمع الحسين صوت زينب أنا بن لقام الاخته ثلاث قومة اولي 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 يا ابن الزعرى اولي يا ابن الزعرى أنا بن لقام الاخته ثلاث قومة او ياه وياه أنا بن لقام الاخته ثلاث قومة او طاح على الوطية ثلاث طيح أنا بن الهزة من الخية من أخواته او غدى ينادي الصوت على الجيمة بعد بعد يا ابن الزعرى أنا بن الطاحة تسكيان على طول أنا بن الطاحة تسكيان على طول او تقل الجيش بين العبيول يا ابو يا حسين يا رئيس الحمول يا ابو يا الخيل هجمت على الصيق هذا ما جرى عليك يا ابن الزعرى سقي السن في آخر لحظة من حياته توجله توجه الى ولده محمد الباقر ولدي اذا قضيت نحبي فغسرني وكفرني وحنقني وصلي عليه ثم اغمي على عمامنا وسيدنا وعفا قال هذا جد رسول الله وهذا ابي علي المرتضى وهذه امي فاطمة الزعرى يقول عج الينا ولدي يا علي فإننا قد اشتقنا لرؤيتك عظم الله لكم العنجر قال السلام عليكم يا ملاعكة الله السلام عليكم يا رسول الله هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله ثم مدد رجله وعسبل يده وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهر فاين المنادي وعليا ايوه سيداه ايوه غريباه اخذ الامام الباقر يضرب على رأسه هو يا عين يا عين هل الدمع غدرا على لب السمق ضو الجسم نحلا لكن اقول تخفوا الاحزان ليش خفيفة عليك سيد الاحزان اقول هلولا حاضر قلبك ها لكن اقول تخفوا الاحزان اخويا ما مات ما مات ما مات مثل حسين عطشان ما مات مثل حسين عطشان ولا لعبة عليه الخانمين ايوه الله ميدان ميدان ولا ظل ثلثة ايام عري عري ايام ميدان ولا لنسبة للشام نسوى اخويا الشتم يزيد وضحك مرة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم النا لله وانا اليه راجعون اخويا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه اما يجيب المضطر اذا دعاه يا كاشف السوء والبلو اشافي وعافي كل مريض يا الله اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جحفر يا الله اللهم عجل في فرجه مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائدين تحت لوائه يا الله وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد على جروحي وجمار غافي وانا بروحي نجم طافي